الامتبعين يعرف ان عندي قناة تانية اسمها قناة اكاديمية المهندس القناة تانية دي قنت رفعت على فيديو بانوان ازاي تستلم اموالك من بايبال في مصر وكان الفيديو عبارة عن تجربة عملية حاولت فيها فلوس من بايبال الى فيزا ايزي باي الفيزا تابعة للبريد المصري وكانت تجربة نكحة وانا فيش اي مشاكل وتم التحويل وتم استلم الفلوس وصرفتها كمان لكن بعد رفع الفيديو بحوالي شهرين او شهرين وشوية ليت بعض التعليقات بتقولي ان الطريقة دي ما بقتش شغالة او الفيزا ما بقتش مدعومة من البيبال اشتركوا في القناة فالفيديو ده ان شاء الله هيبقى تجربة عملية ايضا برضو وانا بحول فلوس من بايبال لفيزا ايزي باي يلا بينا نشوف الشرح على جهاز الكمبيوتر هسجل دخول بحسابي على الويبال ولو اخد بالك معي هنا عندي خمسة وسبعين دولار موجودين في الحساب تمام اختار من هنا المدفوعات وعندي هنا بقول لي خمسة وسبعين دولار وتحتها كلمة متاح تمام وعندي هنا بقول لي زيرو محتاجة زي يعني ما عنديش رصيد محتاجة زي المتاح عندي في الحساب خمسة وسبعين دولار وليه حرية التصرف فيهم تمام هقول له تحويل اموال بيقول لي تحويل اموال من و الى من هاختار من بايبال و الى هاختار الفيزا المربوطة بالحساب تمام من بايبال الرصيد بايبال اللي هو الخمسة وسبعين دولار الى اختار الفيزا المربوطة بالحساب اللي هي فيزا ايزي باي تمام وبعد كده بقول لي المبلغ هقول له هحول خمسة وسبعين دولار المبلغ كله هنا بقول لي رسوم التحويل قد تطبق رسوم على المعاملات يعني ممكن يقسم مبلغ مقابل عملية التحويل. وهنا بقول لي وقت الوصول المقدر قد تستقرق المعالجة من خمس لسبع ايام عمله. تمام? هعمل متابعة ونشوف هيقسم قد ايه والتحويل هيتم في فترة قد ايه. تمام? اقول له متابعة. ادي تفاصيل مبلغ التحويل خمسة وسبعين دولار. المبلغ المحول بالجين المصري هيبقى الف مية تسعة واربعين. رسوم التحويل زيرو. ما خصمش حاجة. تمام? المبلغ الذي سوف تتلقاه الف مية تسعة واربعين هو نفس المبلغ. تمام? طيب هو كده حسب الدولار بكام? نحسب كده. الف مية تسعة واربعين. وتمانية وسيتين ارش. تمام? على الخمسة وسبعين. عشان نعرف هو حسب الدولار بكام? حسب الدولار بخمستاشر جنيه واتنين وتلاتين ارش. تمام? طيب. تمام. ما فيش مشاكل. وقت الوصول المقدر قال لي برضو من خمسة سبع ايام عامل ما فيش مشاكل. هنا اقول له تحويل. تم بنجاح تم تحويل المبلغ اللي هو الف مية تسعة واربعين وتمانية وستين ارش الى الفيزة المربوطة بحساب البيبال. هقول له تم. تمام? واصبح رصيد الوقت في البيبال زيرو دولار. تمام? المفروض بعد كده ان انا باتصل بخدمة البريد المصري علشان اسألهم الرصيد تسمع معي في البطاقة ولا لا? وبعد ما الرصيد تسمع معي في البطاقة اقدر اصحب الفلوس اللي موجودة في البطاقة عن طريق اي مكينة اي تي ام. لكن زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات اول مرة لو هتسحب من فيزا اي زي بي لازم تسحبها من البريد المصري نفسه علشان البطاقة تتفعل. لكن بعد كده في المرات القادمة ممكن تسحب من اي مكينة اي تي ام عادي جدا مفيش اي مشاكل. الفيديو اللي فات اللي رفعته على قناة اكاديمية المهندس بخصوص استلام المال من البيبال كان فيه تفاصيل اكتر من كده. هسيب لك ان شاء الله رابط الفيديو وفي الوصف ادخل شوفه لو انت مهتم تعرف معلومات تفصيلية اكتر من كده. اهلا بكم في البريد المصري. good evening. welcome to Egypt post. للغة العربية اضغط واحد. مسائر خير ببريد المصري وسامع حضرتك. اهلا مسائر خير يا فندم معاك يا حمى قط. اهلا مسائر. تبصر حضرتك بخصوص اي يا فندم. حضرتك حولت اه خمسة سوائين دولار من البيبال على البطاقة بتاحتي فعايز اعرف رسال شمع ولا لا. تمام يا فندم ممكن رقم الفيزا مش حمالي لي بين اربع اربع ارقام اربع ارقام. احظوات يا فندم. ممكن الاسند الكامل. تمام يا فندم. ماشي فندم خمسة سوائين دولار بالزبط يا فندم. طيب تمام. انا بتأكد بس من حضرتك يعني بشوفها سماعات ولا لسه ولا ايه. تمام يا فندم شكرا وصلاك بالبريد المصري شرفتين يا فندم. شكرا مع السلام. مع السلام. اشتركوا في القناة